اشتركوا في القناة 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 او chicken هي نقطة تفتيش هذه او package deal او try on بالتأكيد هي package deal package deal هي هزمة متكاملة او صفقة شاملة هي تعتبر compound noun السؤال اخر horse riding is horse riding هذي شنو هل هي compound noun او noun او freezer verb او verb طبعا اسئلة رائجت في امتحانات مختلفة مرات في الدور الاول مرات في الدور الثاني العام الماضي اللي قبل نحن اخذينا جميع الامتحانات وهذه اسئلة مرات في جميع الامتحانات سواء كان القسم العلمي او القسم الادبي بالتأكيد horse riding هي compound noun يعني مش في نفس الامتحان بعض الاسئلة انها متشابهة احيانا تكون تمام اذا horse riding هي compound noun نمشو للسؤال التالي سؤال التاسع skeetort sightseeing boarding card are compound nouns which connected to هذي ممكن مختلفة شوية الفكرة هنا يعني عضاني هنا وقال لي هذه نراها compound nouns وكي تمام لكن هنا يعني هنا علاقة بشنو يعني connected to شنو advertising الاعلان او studying الدراسة او traveling الصفر او recovering اللي هي بمعنى النقاهة جي كلمة recovering جي معنى النقاهة باي الكلمات هذه العلاقة بشنو اللي هي سكي رسولت منتجة على التزلج sightseeing مشاهدة المعالم boarding card اللي هي بطاقة صعود بالتأكيد هنا علاقة بالtraveling هنا علاقة بالtraveling نبشل السؤال العشر let's not go on نقاط to italy هذا سؤال تكرر معنا بالتأكيد it would be more fun to choose our own hotels and tours when we get there يعني قال دعنا لا نذهب في نقاط الى ايطاليا سيكون يعني امتع بكثير يعني it would be more fun انه نحن نختاره فلدقنا الخاصة بنا our own hotels and tours و جولاتنا رحلاتنا الخاصة بنا وين يجد عند مغصرة هناك بايش نختاره هل نختاره packed lunch أو sightseeing أو car hire أو package deal بالتأكيد هي package deal اللي هي الصفقة الشاملة أو حزمة المتكاملة يعني فبالتأكيد نقول let's not let's not go on يعني خلينا ما نمشوش فيها يعني ما نمشوش عن طريقة أحسن نحن نمشو برواحنا ونحزو فلدقنا برواحنا وناخذ جولاتنا برواحنا تمام نمشو للسؤال رقم 11 boarding card is عطاني هنا an adverb اللي هي حال يعني compound noun اسم مركب a freezer verb فعل مركب an adjective بالتأكيد هي تعتبر compound noun اسم مركب نمشو للسؤال التالي السؤال رقم 12 if we go on a trip tomorrow لو ذهبنا في رحلة غدا we will take a نقط with us سوف نأخذ معنا نقط يعني شن نأخذ معنا نأخذ معنا travel agency مكان الصفر السياحة عشاني لدينا معنا في رحلة أو sightseeing يعني حاجة ما تنشعر هذه مشاهدة معالم package deal صفقة متكاملة أو صفقة شاملة بالتأكيد لا packed meal آه packed meal هي الصحيحة هي وجبة جاهزة يعني مغلفة أو جاهزة طبعا هي packed lunch أو packed meal نفس المعنى إذن الإجابة الصحيحة هي d نحنا لو نحنا مشينا في رحلة غدا سنأخذ معنا الغداء أو الوجبة جاهزة نمشي للسؤال الأخير في هذه القاعدة compound nouns can be الأسماء المركبة يمكن أن تكون نقط and later become one word ولاحقا بعد ذلك تصبح كلمة واحدة ممكن تكون شنو underline أو hyphenated أو relative pronouns أو this common يعني هل هي تكون تحت الخط أو تكون يعني فيها شرطة مفصولة بشرطة أو تكون ضمير وصل أو أقل شيوعا يعني بهذا المعنى بالتأكيد اللي أنا قال اللي بعدين شنو later become one word بعدين إنه تيكت كلمة واحدة هي بالتأكيد يمكن أن تكون شنو hyphenated اللي هي تكون مفصولة بشرطة هيك نكونوا نتهينا من أسئلة هذه القاعدة في الدرس الأول الحلقات القادمة إن شاء الله نستمر في شرح القواعد والأسئلة اللي كانت عليها في امتحانات نهائية السابقة وتجربة مفيدة جدا لكم بإذن الله تعالى تكون مفيدة في الامتحانات النهائية أشكركم جزيلا شكر على المتابعة والمشاهدة أتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى تقبلوا تحياتي الأستاذ فرج بمطيري اشتركوا في القناة